سبحان الله والحمد لله لا إله أخا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا نحن نشكركم جميعا باسم الندوة العالمية للشباب الإسلامي بصفتي مديرا لمكتب الندوة في غرب إفريقيا على هذا الترحيب ونحن في زيارتنا في هذا المكان الطيب في أنجسام في الخلافة شكرين لكم حسن الاستقبال وحسن التعاون ولقاء السيد الخليفة بهذه الروح الطيبة نشكره على هذا ويعني لإخواني المتحدث وغيرهم وطبعا الهدف من الزيارة هو التعاون لخدمة الإسلام والمسلمين وهذا التعاون إن شاء الله يكون له فائدة في هذا المكان وما حوله لنشر العلم ونشر الخير في هذه الأماكن ومن المعروف أن الندوة تعمل في مجال الإنسانية عموما فهي تبني المدارس وتحفر الأبار وتهتم بالأيتام وطلبة العلم وتبني المراكز الإسلامية في كل مكان ونحن سعاداء بهذه الزيارة سعادة كبيرة شكرين لكم حسن الاستقبال وحسن الضيافة وإن شاء الله نحن مستمرين معا في تعاون مستمر إن شاء الله لخدمة الإسلام والمسلمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته شكرا لكم وبركاته شكرا لكم ورحمة الله وبركاته وشكرا لكم ورحمة الله وبركاته كنت ميسين بونت في فيتكار وأنتم في الناس بإمكانكم ورحمة الله وبركاته وصنع أمام قاعدة ومشاركتك ويقومون بالتوارف تقعه وفه لا يمكنني أن ترقل الوران وكريم المضافيات أيضًا وبالتعامل من يأثيرًا ومدعوه أشخاص سوف نلتقاط تذكرم فهي يؤثر على في شناتك ومن العادة في ما يشاركته ومن ثم يشاركته ونزعله ومن ثم يشاركته ومن ثم يشاركين يشاركة، يشاركة، يشاركي يشارك ذاته يشارك الجميع ولقد نرى الآية المرة على قد نظرة المرة من أنهم المصفية ولقد وقعنا لغسرق الأخوة التي نطلبها ولكن لغسرق الأخور وليس نحن في نفس المواصف الطريق لقد أنهم مرا شخص لأجهود وعندما جاءنا، ودمجناهم ومع كل محدد فيهم وهي محبولة تتحدث في الفرق وهي مجموعة مجموعة وهي مجموعة اهتمة كنه وهي تجد في محبولة ويستمر تحظير مع سرين لقد أنت منحونا على نهاية اليوم ويستمر في محبولة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله